ترجمة نانسي قنقر بخصوص المرأة حقيقة الميثاق أسس للمرأة من بداية إعداد الميثاق فيما يتعلق بمشاركة المرأة من ضمن الأعضاء الـ 46 الذي كانوا في لجنة إعداد الميثاق ومن ثم أكل الميثاق على المساواة بين الرجل والمرأة فلذلك المرأة أصبحت شريك أساسي إيمانا من الميثاق نفسه بين المرأة شريك أساسي في المجتمع ولا يقوم أي مجتمع بدون وجود هذه الطرف الآخر وهو المرأة لذلك تأكيد الميثاق على هذا الأمر يعتبر إيمانا منه بأن المرأة هي ستصبح شريكا أساسيا في المجتمع وعطاها الكثير من الحقوق حقيقة خصوص الحقوق السياسية والمدنية أيضا ومن ثم المرأة أصبحت تشارك في العمل وشاركت في أول انتخابات وسواء نيابية أو بلدية وأصبحت المرأة شريك أساسي في هذا العمل وهذا حرص من قبل وضيع الميثاق وهي الرؤية التي رفعت إلى جلالة الملك وتم التصديق عليها في هذا الأمر نعم أيضا أشار الميثاق إلى أن الدولة تكفل حرية التعبير في الحدود التي تحافظ والحدود التي يبينها القانون دكتور كيف ترى الموازنة بين ممارسات حرية التعبير وبين الحفاظ على مقتضيات الأمن العام؟ بداية ليس هناك حقا مطلقا كل حق له ضوابط وحرية الرأي والتعبير من ضمن هذه الحقوق التي تقوم على هذه الضوابط لذلك الميثاق العمل الوطني عندما أكد على الحقوق والحريات لم يتركها وشأنها بل وضع لها ضوابط لتقوم في عملية ممارستها لأن ترك الحق دون أي ضوابط يؤدي إلى إهدار الحقوق الأخرى لذلك حرية الرأي والتعبير هنا عندنا في الميثاق الذي أكد عليه أن تمارس وأطلق شأن الحريات هذه كلها وفي ذات الوقت وضع ضوابط دون المساس بحرية الآخرين ودون المساس بالأمن الوطني أو ما يؤدي إلى الفرقة والطائفية أو يؤدي إلى تمزيق نسيج الشعب فيما يتعلق بهذا الأمر لأن إطلاق اليد في مرزب دون أي ضوابط قد يؤدي إلى آثار كثيرة وهذا أمر ليس في ميثاق العمل الوطني في جميع الدستير موجودة أن ترك الحبل على الغارب يؤدي إلى فوضى وتعريض السلم العام إلى الخطأ أيضا دكتور المجتمع المدني يأخذ حيز من بنود الميثاق الوطني لضرورة تشجيع عناصر المجتمع المدني وإدخالها في المنظومة الانتاجية في الوطن برأيك من رؤية المقصودة من ذلك؟ المقصود من وجود ليس هناك مجتمع متحضر كما رأاه ميثاق العمل الوطني دون أن يكون هناك جماعات التي هي جماعات ضغط أو برشيري جروب وهي الجماعات التي تقوم على دعم وتكون مرآة للمجتمع وتشارك في العمل سواء الاجتماعي والعمل الاقتصادي والعمل الثقافي وهذا ما أكد عليه الميثاق كان حريص كل الحرص أن يشارك الجميع لا يشارك فقط المرأة أو الرجل بل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الأمر حتى يتأكد من سير هذه العملية لأن الهدف في النهاية هو تنمية المجتمع ورسم دولة حضارية عصرية فلذلك مشاركة والتأكيد على مشاركة المجتمع المدني والآن نرى المجتمع المدني فاعل في أنشئة الكثير من الجمعيات الثقافية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية أيضا زاد عددها بعد التصويت على الميثاق وكثرت هذه الجمعيات سواء في العمل التطوعي وإثراء الحياة ولكن عملية تسمى المجتمع المدني هذا المجتمع هو مرآة حقيقية لمن يريد أن يعرف نبض الشارع فعليه أن يتأكد ويرى لأنه جماعات الضق والحكومة والدولة تأخذ فيها الاعتبار هذه المشاركات في دعم التنمية المستدامة نعم أيضا دكتور مبدأ التواصل والتشاور بين الحاكم والشعب هو من أبرز ما جاء به ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين يعني من هذا المنطلق كيف ترى تجربة نيابية في المملكة؟ حقيقة التجربة النيابية عودت في حد ذاته عودة الحياة النيابية هذه إنجاز أحدثه ميثاق العمل الوطني صحيح وجود مجلس منتخب بصلاحية كاملة هذه إنجاز آخر وتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بين هذه السلطات هذه أيضا إنجاز الحياة البرلمانية في البحرين ما زالت حياة وليدة مقارنة بالدول الأخرى ولكن ما حققناها الآن من 2002 لحد الآن هو تحقيق إنجاز وأرى في هذا الأمر أن هناك تعاون كبير بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهذا ما نراه في مسألة إقرار القوانين وتصديق الملك على هذه القوانين والاقتراحات التي يدل بها أعضاء المجلس الوطني والمشاريع القوانين وهو أهم ثمرة من ثمار المساق الوطني أهم ثمرة فعلا لأن هذه الثمرة التي أعادت لأنها أساسة ديمقراطية وللوجود هذا الصرح الكبير لما تحقق أي شيء آخر دكتور بدر محمد عدل شكرا جزيلا لك تسلمي نشك تسلمي نشك تسلمي نشك تسلمي نشك تسلمي نشك تسلمي نشك